اه اول تصريح معنا مستر جوميز الاهلي فريق قوي ولكن الزمالك يمتلك الشجاعة للفوز ببطولة السوبر الافريقي. عجبني جدا تصريحات مستر جوميز حقه. مدير فني نادي الزمالك. مدير الفني نادي الزمالك واسم كبير. حقه ان هو يتكلم بيدي ثقة للعبته. بيدي ثقة لنفسه. بيدي ثقة للجماهير. حاجة محترمة. حاجة تصريحات محترمة وحق مشروع. حق مشروع ما حدش يقدر يعلق عليه ولا يتكلم عليه ولا ولا يقول مثلا انت ليه بتقول كده. مدير فني نادي الزمالك. انا بحترم النوعية ده جماعة. بحترم النوعية اللي بتتكلم. تيجي تصرح. حاجة كده معنوي كده. بيوصل رسالة لجمهوره. بيوصل رسالة اللي لعبته. بيوصل رسالة للمتابعين لنادي الزمالك والمحبين لنادي الزمالك. بيدي ثقة لنفسه. بيدي ثقة للجهاز بتاعه. هو دي الحاجات اللي عايزين نشوف. عايزين نشوفها تبقى موجودة مستر جوميز بيتكلم على اكبر المشاكل التي يعاني منها الزمالك هي تسريب اخبار التعاقدات مع العابين قبل ان تتم بشكل رسم عشان ما فيش هو مستر جوميز لسا عفاكة يعني ما تقلمش يعني لسا واحدة واحدة هيلاقي ان الموضوع ده عادي وعشان بس اقول سنة ليه الموضوع ده يعني على طول ودي مشكلة على فكرة صح حقيقة يعني ان انت بتتفق مع العيب او بتتفاوض مع العيب بتلاقي وانت قاعد لسا ما خرجتش او لسا وصلت للسوشال ميديا وصلت للإعلام وصلت للصحفيين وصلت للناس كلها وده مش صح اكبر خطأ انت بالعكس انت يعني على مدار تاريخ الكورة سواء اهل وزمالك دايما الصفقات بتحاول ان انت تتفاوض مع بعض ما تخلص بعلن مش لسا بفكر وفي الاخر تظهر طبيعي ان اي حاجة يعني اي حاجة زي كده بتظهر كمدير فني وبتظهر للناس وبتبوز بيستاء بيزعل فطبيعي فعلا لازم جوه لازم الامور تبقى مقفولة شوية مين اللي بيسرب الحاجات دي مين اللي بيسرب لان فعلا الحاجات دي بتعطل بتعطل اه هي حد مثلا يكلم اللعيب المفاوضات بتلاقي الموضوع بيتلعبك زي ما بيتقال زي موضوع عشب بن شرق اللي بقى لأربع سنين ناتزة مالك بتفاوض معاه لاحظوا كده ناتزة مالك بقى لأربع سنين بتفاوض مع عشب بن شرق البوز ياخدهم سلمة ياخد المفاوضات دي سلمة وفي الاخر يروح ياما الامارات ياما كاتر هالناتزة مالك ما بتعلمش ما بتعلمش من الاخطاء بتاعته لازم تتعلم يعني يا جماعة استهومي شعيب على فكرة هي الحياة بتعلم طول ما انت موجود في المجال بتتعلم هل ناتزة مالك ما تعلمش من الدروس على مدار السنين حتى مع موضوع عشب بن شرق وانا قلت بصراحة على موضوع عشب بن شرق انه مش هيجي كانت بين قوي لان اتعاملت تلت مرات انت بتخيلين يا جماعة اتعاملت تلت مرات ولا اربع مرات وخلاص بمنتظرين عشب بن شرق اني يجي على المطار ما بيقى الطائرة ما بتنزلش القاهرة بتروح دايما لما على دبي لما على بوزابي لما على قطر ما بتخرجش حتى لما بيسافر ممكن يروح لأسرته مثلا في المغرب اما مطار القاهرة لأ ما بتنزلش الطائرة فلازم نتعلم بقى لازم الاجوات تبقى افضل من كده اقفل على فرقتك اقفل على الصفقات بتاعتك اقفل على الناس اللي انت بتتفاوض معا ما تبقاش كل حاجة متسربة كده فطبيعي الراجل هيزعل بنتيك لعب الزمالك الجديد سندخل الفرحة على جمهور الزمالك حلو من حد هنا حلو قوي سندخل الفرحة على جمهور الزمالك بفوز على الاهلي والتدويج بالسبر الافريكي حلو حقه 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 كل اللي عيب لي حق انه هو يتكلم ويصرح لسه جديد وعايز برضه يدي ثقة نفسه وعايز يعرف جمهور الناجل الزمالك انه هو متحمس عايز يزبط وجوده بس احنا انا واحد من الناس لسه مش فتكش ولا جمهور الناجل الزمالك شافك فالتصريحات اللي زي دي انت بتحط على نفسك ضغط كبير جدا اولا جمهور الناجل الزمالك هيبقى حاطة امال كبيرة جدا عليك كمستوى كامكانيات كصفقة جديدة فانت حطيت نفس ضغط عليك قبل المباراة وده مس صح يعني مباراة لسه قدامها اسبوعين فكان ممكن التصريح ده قبل المطش بيومين تلاتة ما دي برضو من دمن الحاجات يا جماعة ان المفروض ما تزهرش هو مبسوط طبعا اكيد في ناد الزمالك وفي كيان كبير جدا وعايز وعنده تموح وشايف ان فيه قاعدة جماهيرية فحقه ان الكلام بس انت حطيت ضغط عليك من اولا من جمهورك جمهور ناد الزمالك بناء على التصريح ده ومن جمهور النادي الاهلي وكمان انت لسه احنا ما شفناكش حتى في الملعب يعني وارد ان انت ممكن ما تبقاش موفق وارد لسه راجل لسه جديد لسه ما تعقلمتش لسه ما عيشتش الاجواء لسه ما حفزتش الرتم بتاع زميلك طريقة اللعب الاسلوب بتاعك كل ده انت حتتضغط ايه بتلعب توحش خلص الكرب عمل كده مطشط الكمة انت ما احترامي لك لسه جديد لسه ما تعبش عنها خالص وحلو ان انت بتدعم نديك وعايز تكسب ده حق مشروع لك حلو بس انت حتتضغط عليك من نديك من جمهورك لانه هو حطت امال كبيرة جدا عليك ومن جمهور ندي الله اللي هتليه مستني لك على الواحدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة